السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا احباب عاملين ايه يارب تكونوا بخير وسلام وامان دائم من الرحمن يلا مع بعض كده نبتدي ونقول بسم الله توكلته على الله والصلاة والسلام وعلى رسول الله تعال نشوف مع بعض مقادرنا ونشوف هنعمل بالمقادير دي ايه انا معايا كيلو نص من الدي ايه هنحط عليهم رشة من الفانيليا ورشة من البيكنج بودر وكمان معايا معلقة من معلقة من الخميرة مع ليش نسيت وكمان معايا 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 كبيرة من السكر ومعايا صغيرة من البيكنج بودر اه شايفين بقى هنا انا كنت مجاهزة عجان اللي هو الازيس وغندت ده مش هينفعت معايا في العجين فجهزت بقى ايه جبت الحلة الكبيرة بتاعة طقم الشاورمة دي قلت اعجن فيها برحتي بقى ايه اعجن ولدت كده محدش يضايقني ولا دايق احد معايا لتر ونص كمان من الحليب وهنزل عليهم على الخليط بتاعي ده بعد ما آآ قلبتو كويس هابدأ اقلب بقى بالمعلقة اللي انتو شايفينها دي لحد لما الخليط يبدأ يتقل معايا استغنى عنها وانزل بالعجان بتاعي فين العجان بتاعك يا حجة آآ اداية هي جماعة اداية دي تاجن لبلد يعني ما شاء الله يعني آآ تعالوا بقى نشوف هنعبدل بقى ايه حطيت مجم كمان من المية على على الكيلو ونص دي ايه وحطيت لتر لتر من الحليب ومجم مية وكمان استخدمت كمان مجم معايا بمجين ولتر تمام آآ ممكن بقى انت بطريقتك تعملي آآ لحد لما تلاقي العجانة معايا كطرية كده براحتك برده بس اهم حاجة العجانة تكون معايا كطرية وسالسة كده في الاستخدام معايا بالطيب نزلت بيهم وكمان اخدت نص الكوب الزيت اللي انا كنت مجهزة ده نص مج والنص التاني هختم به العجين شايفين انا هنا كنت بلم العجين من حرف الحلة زي ما الحجة مامتي عودتني كانت دايما تقول لنا واحنا بنات لمي يا حبيبتي العجين من العجان بتاعك علشان خاطر آآ ليشوف عجينك يقول عليك ست نظيفة وشطرة تمام الله يمسيها بالخير يا ربي عبيبتي يا امي هنا بقى ايش دايما انتوا شايفين عمالها لت واجن لت واجن لت واجن ده احلى حاجة بعشاء المخبوزات عشان كده بحب العجين بجد يعني بس طبعا مش كميات يعني على قد يعني هم هنا كنت خلصت بقى هقصل ايدي واجي ايه اختم العجين معايا معلقة من الزيت واصبع العجين التصبيعة دي علشان خاطر لما يختمر معايا التصبيعة دي هتسيح خالص هيطلع معاكي ما شاء الله ايه مختمر هنا كده بقى غطيت الحلة ودخلتها الفرن كنت مسخناه لمدة ايه عشر دقايق بالظبط دفيته كده عشان اتجوشتها وهنا بقى كانت العجينة اختمرت معايا وزي ما انتوا شايفين هنبدأ بقى نشكل عجينة بتاعتنا معايا صنيتين اللي هما بتوعي البيتزا دول وشوية من الزيت وامسح الصواني بتاعتي علشان انزل بيء العجينة شايفين العجينة؟ ما شاء الله لما اختمرت واخدت رحتها في الخمر كانت عاملة زي اللي بنا بالظبط هتفرد معايا بسرعة وسهولة وما تعبتنيش خالص كانت سلسة كده وجميلة في الفرد بصراحة لما بتخدم العجين بيطلع معاك عجين آآ ممتاز فريدي بقى زي ما انا فردت كده آه هفرد الصينية التانية كمان ونشوف هنرص الصواني بتاعتنا بسهولة خالص معايا شوية من الطماطم وده كان من سجوء انا ما كنتش عايزة احشي حشو اللحوم ولا اي حاجة كنت عايزة عاملها جبن كده وخلاص بس الولاد قالوا لا اعمالي لنا كمان ايه آآ اي صنف كده غير الجمع المهم حاشينا بسجوء وكنت مجاهزة الصلصة بتاعت اهي شايفين الصلصة دي انا هقول لكم عالطريقة بتاعت نص كيلو من الطماطم هتحطيله اربع فصوص من الطوم فصوص كبار ورشة من الزعتر ورشة من الورزماري وشوية من الخل ومعلقتين من الزيت واضربيهم كويس جدا في الخلاط وحطي تسبكتك على النار تسبك معاك الطماطم كويس كده وتبقى يعني ايه آآ ما شاء الله قوامها آآ مظبوط زي ما انت شايفا معايا كده وطلق اطفع عليها وآآ رس بقى ايه زي ما انا رصت كده بالشكل ده كنت مجاهزة بقى الفلفل ويه الفلفل ده طلع فلفل كدام آآ دحك علي كان مشاء الله آآ شكله كبير والله يا جماعه ومشاء الله رومي يعني رومي بس كان حرق بطريقة الولاد كانوا هيتجننوا عشان ياكلوا البتزا آآ لكن يعاني آآ اتصدموا لما لقوا البتزا بقى انا نقل الفلفل كده من من وسط البتزا علشان يعرفوا ياكلوا آآ بس كانت جميلة بجد انا بحب الحرق عادي مش فارق معايا لكن الولاد سعبوا علي وباباهم سعب علي اكتر لانه هو اصلا ما بحبش الحرق والحرق ده بيعمل معاه حاجات تانية خالص يعني ايه آآ يفضل بقى يهرش في دماغه وحاجات كده يعني ايه بتدايقوا جدا آآ فبصراحة كنت متدايقة من الفلفل ده بصراحة خدعني زي ما انتو شايفين بقى هنا حطيت بقى الخليط بتاع كله وحطيت الجبنة وآآ ندخل بقى فيهم دولة الصينيتين اللي تعملوا في الاول ده هساوتهم في الفرن الصينيتين دول بقى انا هديت هنا الفيديو شوية علشان اقول لكم انا هساوي الصينيتين دول ازاي هساويهم زي ما انا بشاول كده بادي على عيونه بتجاز وبعد كده زي ما انا بزقوا بايدي كده هدخلهم في الفرن ياخدوا بس ايه التركاية الاخيرة بتاعت ايه البتزا كده من فوق وخلاص على كده هنا بقى كنت مشغلة البتجاز زي ما انتو شايفين آآ وهنهدي البتجاز خالص وهنحط الشياطة وننزل بالصواني بتاعتنا اسفل منظر البتجاز ده جماعة الولاد كانوا عاملين قهوة الباباهم هم اللي بوازوا المنظر ده مش هنا والله خالص يعني آآ كمان الصينية التانية نفس للتركاية نعمل برضو ايه آآ الشياطة على نار هادي خالص وتحط الصينية التانية اهم حاجة بقى اللي بعد كده انك تغطي الصواني لازم تغطي الصواني عشان العجينة دي عايزة تختمر تاني بعد ما انت فردتيها هتعيد اعادة تخمرها تاني من اول وجديد انا كنت عامل السمك بتاعها يعني متوسط ما شاء الله ما كانتش تخينة ولا رفيعة كنت الضبطة السمك بتاعها تمام آآ فكانت معايا بقى ايه لما بتغطي كده بترتفع زي ما انا بشاولك بايدي كده العجينة بتبدأ ايه آآ البخار يحتبس بيعمل عملية التخميل من اول وجديد وتبدأ تبقى هشة معاكي وجميل ما شاء الله عملت الصينية دي كمان وسوتها في فرن الكهرباء خطف كده زي ما انا خطفتها كده قدامكم اخدتها حطيتها في فرن الكهرباء واسبتها مع بعضها ايه كده مع نفسها تستوي هنا كنت عملت الصينية دي كمان ما شاء الله عملتها بيتزا والصينية اللي هي بتاعة الفرن الصمرة دي مش هتعمل بيتزا ما لها تعملها ايه حاجة نعملها حاجة تانية خالص عملنا ايه عملنا نفس خطوات البيتزا ونفس الحشوب بتاع البيتزا بس شوية السجوء اللي تبقوا معايا حطيت عليهم معلقة ونص من بهارات الحواوشي شفتوا بقى التركات آآ وحطيت عليها كمان معلقة من الزيت وخلطتهم مع بعض وروحتي نزلة زي ما انتم شايفين كده عليها كان طعامها تحفة كأنك شرية حواوشي من بره بالزد طب ليه عملتي كده العجينة دي بعمل بها كل المعجنات وكل المخبوزات اللي نفسك فيها عملها بالعجينة دي هتطلع معاكي تحفة وجميلة جدا الولاد عايزين لما شافوا البيتزا قالها منا بقى يا ماما حواوشي انت ما عملتش حواوشي من زمان اعمل ايه يا اخويا انت هو عمل حواوشي تاني لا 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 والله لا لازم تعمل النهار لا يا ماما عمليه في وقت تاني عشان تتعبتي لا 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 ملكوش ده وانا عارف انا برتاح ازاي المهم ان انا عملت لهم بقى لنفسهم فيه بالف هانا وشافة المهم كمية البيتزا والحواوشي دي ما شاء الله يعني قضتنا يومين والولاد هاصوا يعني براحتهم فيها بالف هانا وشافة اليوم هنا بقى التركال انتم شفتوها معايا دي كانت بيضة ورشة من الفلفل وشوية ملح وشوية من الخل ونزلت عليهم بمعلقتين من السمسم عملي التركال دي في اي مخبوزات معاكي وعملي الحركة دي ودي وش بقى المخبوزات بتاعتك بشوية السمسم بالطريقة دي بصراحة عشرة لعشرة وهتندم ان انت ما عملتاش من سنين لانها بتفضل مسبتة معاكي السمسم ما بيهريش ويقع زي ما كنا بنعمله زمان والرش وكده بيبقى مال المكان هنا بقى كانت بقى تحت عجينة زغنطاتة خالص قلت هعمل بيها ايه مش نفعل طبلة ولا طول زي ما بيقول عملت بيها اختراع تاني عملت ايه يا ستي عملت بيها آآ كروسون للانسة همس الزغنونة لان همس طبعا زي ما قلتلكم البيتزة كانت حرقة وهي طبعا طفلة صغيرة مالهاش في الحرق فلما الولاد قالوا يا ماما البيتزة حرقة قلت معاليش بقى ايه آآ الفلفل اللي اللي غشيني ودحك علي عملتها كروسون زي ما انتم شايفين حشيته جبنة وحطيت عليه كمان جبنة من فوق لكن للأسف نسيتها شوية في الفرن فالجبنة تحمرت ولا ما كنتش عايزها تطلع محمرة معايا كنت عايزها تكون سايحة كده وتاخد اللون اللي هو آآ آآ البنبة الحلو ده بس يلا قدر الله وما شاء فعل كانت برضو جميلة ولذيذة وقسما بالله خلصت قبل البتزة يا جماعة والله هنا بقى بنقسم آآ آآ رغيف الحووشي الجبار اللي معانا الحلوة الممتاز ده شايفين آآ شايفين العجينة يا جماعة كانت ما شاء الله آآ نفشة معايا كده وكانت آآ ما شاء الله هشة وجميلة شايفين بقى الحشو كان سايح والجبنة سايحة وشايفين بقى التروة والجمال كانت بصراحة يعني آآ رغيف حووشي عشر على عشر والبتزة كمان دي كانت آخر بيتزة معايا استوت معايا بالشكل ده كانت جميلة جدا آآ بقى الفة هنا وشفة البتزة كانت تحفة والحووشي كان أضحف كمان أضحف خدتوا بالكم كلمة أضحف دي كان بصراحة بجد كان حلو يعني آآ بقى الفة هنا وشيفها جربوا يا جماعة آآ خليكي ست بيت شطرة كده وحاولي تبتكسي بس حاجات يعني تكون ايه مبلاش من الفتكاسات اللي بنسمحها ونشوفها آآ ليها العجب اللي من دول حاجة كده في المعقول وحاجة يعني الناس يعني ايه تستوعبها زي ما تشايفين انا كده كنت خلصت بقى ايه الحووشي بتاعي وخلصت كمان البتزة بتاعت الجميلة انا مش عارفة هنا كنت بزعق لي مش فاكرة والله بصراحة ما عليش استحملوني بقى آآ هنا بقى كنت بوريكو انا خلصت بقى ايه الحووشي وخلصت البتزة آآ هنا بقى كنت بوريكو الصينية اللي استوت في الفرن وكمان آآ الصينية اللي استوت في آآ على البتاجاس شايفين الصينية الاولانية دي اللي استوت في الفرن دي الصينية التانية دي اللي استوت على البتاجاس شايفين الصمك الاتنين ما شاء الله صمك دي وصمك دي كان آآ ما شاء الله ما فيش يعني زي ما بنشتريها من بره مش عالية قوي ولا ولا قليلة قوي. ما شاء الله كانت جميلة. بس التركية اللي انا نسيت اصورها بجد هي وقت ما كانوا طالعين من الفرن كده سايحين وناحين. الجبنة كانت بتمط. يعني لو انا كنت صورت المثلث بالشكل الجبنة دي كانت ما شاء الله تطلع تمط معي عشرة عشرة. هنا بقى كنت دخلتها الفرن تاخد لون. وخلاص على كده. هنا بقى الكروسون بتاعي كان استوى ما شاء الله. شايفين بقى اهم حاجة عندي في الليلة دي كلها تركية بتاعت السمسل من جماعة. شايفين ايه دي رايحها جاية عليه اهو. ما بيقعشي ولا بيهري ولا اي حاجة. شفت بقى الفكرة اللي انا قلت لك عليها في الاول. جربوها بالطريقة دي. فاي مخبوزات هتطلع معاكم عشرة عشرة. انا هنا كنت خلصت بقى وشايفين الجمال بتاع الكروسون تحفة تحفة تحفة. يلا بقى اللي يعجبوا بقى التركات بتاعتي دي. ما تنسونوش بقى في اللايك والشير وسبسكرايب القناة. آآ والدعم بقى منكم بدعوة حلوة كده. آآ ربنا يصلح احوالنا ويعدي الايام والفترة دي على خير. يا رب شايفين الطراوة شايفين العجينة كانت جميلة. يلا بقى يا ربي الفيديو يعجبكو. اتمنى شوفكم فيديو جديد ان شاء الله. اقول لكم مع السلامة. دمتم سالمين في امان الله. مع الف سلامة.